اللي اللي ما يذوق طعم الإلحاد ما يعرف شونه معنى الإيمان ما يعرفه يعني عرفي الإلحاد لأنه الإلحاد بالضبط هو يعني طبعاً ما يمكن أنا مو كل شيء قدر عرفه بمعنى الدقيق بس حسب فهمي حتى يكون يعني بحدود يأحد شيء الإلحاد بالضبط هو الضد النوعي للإيمان مثل الأبيض والأسود الضد النوعي مالته هو أكو واحد يعتقد بالوجود وأكو واحد يعتقد بعدم الوجود أكو مثال يضربون الفلاسفة عن هذا الموضوع بطريقة لطيفة يقول هي غرفة ظلمة هندس كل شيء ما تشوف بيها وأكو بداخل الغرفة يدخلوا واحد طلع قال لولا شفت قال لهم شفت قط أسود إجا الثاني قال لهم أنا ما شفت القط الأسود طببه وثالث قال لهم أنا ما شفت شيء يعني أكو قط ما أكو قط ما أدري لأن الظلام كل شيء ما شفت فهي هنا أنا المنطقة منطقة المؤمن هو اللي يقول شفت القط الأسود الملحد هو اللي يقول ما شفت القط الأسود ما رسل الإلحاد؟ وشنه أمار سأحنا نحن 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 منطقة معرفية أنت تقول فيه لدة لا لا عفوا لا قلت لا يتذوق طعم الإيمان من لا يتذوق الإلحاد مثل ما تعرف المر الأشياء تعرض بأضدادي هذه الفلسفة أنت ما تعرف الحلو دمت ضوق المر تذوقت الإلحاد؟ طبعا أقول لك ماكو شلون بهالمستوى من العقلانية زادك إيمانا شوف يعني خليني أرجع أقول أنا نشأتي مؤمن لأن أنا نشأت بعائلة متدينة فهذه نقطة جدا جوهرية فالإيمان بالنسبة إلي هو طبعي مو شي عارض علي الإلحاد هو مرخلة من مراهل التفكر بالإيمان إنه أكو إله لو ماكو إله فتظلت طبب هذا الدهليز المظلم و تدور على القط الأسود بس لا بالنتيجة النهائية أنا شخصيا وصلت إلى مرحلة إنه الإلحاد تماما مثل ما يقول عنه ديكارت الإلحاد هو إثبات ما لا يمكن إثباته مثل الإيمان اللي هو إثبات ما لا يمكن إثباته القرآن الكريم مثلا يتحدث عن هذه الجزئية بطريقة عظيمة لما يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من أم المتقين الذين يؤمنون بالغيب الغيب وشوف استخدم الإيمان الإيمان بالغيب ليش لأن الغيب هو الشيء الذي لا يمكن إثباته ولأنه لا يمكن إثباته معناه لا يمكن نفيه أيضا ولأنه لا يمكن إثباته ولا نفيه إذن هو لا يصدح أن يقال عنه اعتقاد لأن الاعتقاد يحتاج مسألة عقلية إدراك فإذن نحن نتحدث عن إيمان قال يؤمنون بالغيب فأنا رجل مؤمن كيف تتعبد الله؟ بعض العرفاء يعني مثلا الحلاج على سبيل المثال وهو من العرفاء يوصل بي مرحلة من المعرفة واليقين والتسليم الروحاني أنه هو يرى الله في الخير فإنت كل ما تكون خير وعلى خير أنت تشعر بالرضا أنا شخصيا الآن أعبد الله بالخير أن أخلي دائما قلبي ما يكره حتى عدوي وأن أخلي نفسي أجد مبررات لخصومي الناس اللي خاصموني أحاول أبرر لهم ما أضطر في موقف منهم وبنفس الوقت أفعل الخير أو أساعد على فعل الخير أو أساهم بالخير يعني هذا فكرة حتى بالقرآن مثلا يؤمنون دائما يقرن لك الإيمان بالعمل الصالح العمل الصالح كأنما هو جوهر فكرة الإيمان فإنت دائما لما تسوي الأشياء اللي هي صالحة وفيها خير للناس إنت تشعر بنوع من الرضا عن نفسك نوع من الناس همين ترضى عنك وأكو حتى حديث نبوي يقول المؤمنون كالمطر أينما حل نفع موسيقى اشتركوا في القناة